حققت الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا خلال اكثر من ثلاثين عاما العديد من الانجازات التكنولوجيا والتدريبية والبحثية في مجالات النقل البحري والعلوم الهندسية والادارية من خلال منهجية تطبيق التكنولوجيا الحديثة في تلك المجالات فاستطاعت ان تنتقل من الاقليمية الى العالمية وتحتل مكانة بارزة في قائمة المؤسسات التعليمية على المستوى الدولي حصلت الاكاديمية على جائزة المنظمة الدولية للمستويات القياسية ايزو عام 2007 ضمن الستة مراكز الاولى للمؤسسات على مستوى العالم في المستويات القياسية للتعليم العالي بدأت الاكاديمية انشطتها التعليمية والتدريبية بثلاثة مسارات لتأهيل الكوادر البحرية في الملاحة والهندسة البحرية وضباط الراديو والفنيين البحريين ثم تطورت الدراسات المقدمة لتشمل الدراسات الاساسية ودرجة البكالوريوس والتي انتهجت الاكاديمية بشأنها نهج النظام الامريكي للساعات المعتمدة اما النظام الانجليزي فتم تطبيقه على الدراسات التأهيلية للضباط والمهندسين البحريين واعتمد النظام الياباني في التعليم المهني للفنيين مع اعتماد جميع المسارات على الجانب التطبيقي تمكنت الاكاديمية من الحصول على موافقة المجلس الاعلى للجامعات المصرية باعتبار شهادة ضابط ثان لاعالي البحار مؤهلا للانتساب للجامعات المصرية وجميع الشهادات العالية التي تكون مدة الدراسة بها اربع سنوات بعد الثانوية العامة جدير بالذكر ان الاكاديمية السبقة في تحقيق مرونة انتقال الضباط البحريين من مزار شهادات تأهيلية الى الحصول على درجة البكالوريوس في تكنولوجيا الملاحة البحرية او الهندسة البحرية ويرجع الفضل في ذلك الاتباع النظام الامريكي للساعات المعتمدة قامت الاكاديمية منذ نشأتها عام الف وتسعمائة واثنين وسبعين وحتى العام الدراسي الفين وواحد الفين واثنين بتوفير الالاف من الفرص التعليمية لابناء اكثر من تسع وخمسين دولة عربية وافريقية واسيوية واروبية وغيرها موزعة خلال مراحل مسيرة الاكاديمية ويشرفنا بالحديث في هذه الوقفة الحوارية سيادة الواء دكتور اسماعيل عبدالغفار رئيس الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري اهلا بحضرتك اهلا بحضرتك سيادة الواء معالي الدكتور نتحدث طبعا في البداية عن اهمية استضافة هذا المؤتمر الدولي جي اس دابليو الجيو مكاني وهي طبعا طفرة ومحطة مهمة جدا في تاريخ الاكاديمية بسم الله الرحيم في البداية يعني كل الشكر وكل التقدير الوجودي معاكم النهاردة شكرا وطبعا في البداية يعني كل التعازي للاشقاء في ليبيا وفي المغرب يعني ربنا يعني يرحم الشهداء ويشفي المصابين ان شاء الله كل التعازي طبعا وهي كل التعازي وطبعا شكرا لوقفة مصر والاستفافة اللي شفناه النهاردة حاجة يعني تخلينا يعني نشعر فعلا بالفخر كمصريين دايما مع الاشقاء دايما قلب الاعروبة دايما فعلا الرسالة قوية جدا في وقت صعب يعني انما بيؤكد ويبرهن على قوت مصر ودايما وجودها في قلب الامة العربية طبعا يعني هي كرئيس الاكاديمية وكرئيس منظمة عربية متخصصة تحت مظلة الجامعة الدول العربية يعني فعلا دايما المصر هي يعني الثقل وهي الداعم للاشقاء في كل المواقف الخير والمواقف الطارئة والازمات يعني مثال حقيقي للتكاتف العربي والدور المصري في هذا المجال التكامل العربي ووقفة المصريين مع الاشقاء في كل يعني موقف نلاقي مصر في التفجير اللي حصل في ميناء بيروت شفنا برضو وقفة مصر ومع كل الاشقاء في أفريقيا وحتى في الدول الأوروبية فالحمد لله دايما يبرهن على ان مصر دايما بخير وان شاء الله تظل كده يا رب يا رب ننتقل للحديث عن المؤتمر الدولي جي أستابليو الذي انعقد مؤخرا واستضافته الأكاديمية طبعا هو ده برضو أكيد برضو بيؤكد الريادة والصدارة لمصر أكيد وبرضو التمييز للأكاديمية العربية للمتكولوجيا النقل البحري لأن المؤتمر ده هو المحفل الدولي العلمي الهام في هذا يعني العلم المهم والمتميز والمتقدم والمتطور جدا اللي هو التطبيقات التصوير الجوي من الأقمار الصناعية والدرونز وكل أشكال التصوير وطبعا أكيد وده يعني حاجة من العلوم المهمة جدا تطبيقات اللي هي الجيوميكانية سمحي تكفضلتي لأن هنا بنقدر يعني فعلا نستكشف يعني الثروات الكامنة والموجودة ونستطيع أن نبني خرائط رقمية ونبني ما يسمى الديجتال توان اللي هو يعني صورة رقمية تبقى الأصل لمدينة أو لحي وده بفيه جدا في التطبيقات الحديثة كلها لأن يعني بحقيقة بيخلينا نقدر يعني نراقب ونتابع يعني كل ما يحدث من تطور في الجو في المناخ هو الاستشعار عن بعض يعني أعتقد يعني لو الأشق يعني كنت أتمنى الأشقاء في ليبيا يكون عندهم ما شهدناه في المعرض المصاحب لأزر المؤتمر اللي عرضته هيئة المساحة المصرية وإدارة المساحة العسكرية المصرية من تطور في التطبيقات المصرية في هذا المحفل الهام فطبعا كان هذا المؤتمر أول مرة يغادر الدول العالم متقدم ويبرهن على أن مصر تتقدم وتتطور فكان أول مرة يبقى موجود في أفريقيا في دولة عربية في الشرق الأوسط وطبعا دايما في الدول كلها بتسعى لمين يسبق يكون له هذا الصف فكانت الأكاديمية وطبعا ده كنا بنجني ما يحدث في مصر من تطور ونهضة فكان أول مرة يعني في الشرق الأوسط وأفريقيا وفي دولة عربية يكون في مصر والدورة القادمة إن شاء الله حتكون في الإمارات العربية المتحدة فده يؤكد على أن مصر دايما سابقة ودايما متقدمة يعني إنما نشوف هنا على دفاف النيل بجوارنا هنا يكون موجود مثلا أكتر من 800 عالم من أكتر من 60 دولة يعني لو شفنا الصين أقصى الشرق يكون منها أكتر من 230 عالم موجودين على أرض مصر هنا في هذا المؤتمر أكتر من 60 عالم من ألمانيا يعني من كل الدولة من الدولة متقدمة جدا وصبقة في هذا المجال فطبعا يعني إحنا سنأتي للحديث عن مؤتمرات مهمة جدا استضافتها الأكاديمية لكن قبل أن ننتقل إلى هذه النقاط المهمة نتكلم عن هذا التمييز الكبير الأكاديمية في مجال النقل البحري في مجال العلوم التكنولوجية ومرورا طبعا بالدعم الذي تعطي الجامعة العربية والقيادة السياسية لما كانت وصلت الأكاديمية لهذا المستوى بالتأكيد أكيد يعني إحنا طبعا أكيد بنفتخل الأكاديمية النهاردة احتفلت العام الماضي ب50 سنة أكاديمية عربية يوبيل الزهبي وكان الاحتفال تحت رعاية فخامة السيد رئيسي الجمهورية السيد رئيسي عفتاح السيسي وكان احتفال يعني يليق بالأكاديمية ويليق بتاريخها وبتشريف معالي أمين عام الجامعة الدولة العربية في المقر الرئيسي فابوئير فطبعا دايما أؤكد أنه صاحبة الفضل الأول والأخير على الأكاديمية هي جونة مصر العربية هي مصر احتضنت الأكاديمية لم تبخل على الأكاديمية بشيء فبالتالي هنشعر دايما بأن احنا مدينين لبلدنا لمصر بالكثير كمنظمة عربية وبالتالي بنحاول بشتى الطرق نبدل أقصى جهد أن احنا نكون فعلا في أفضل جود التعليم عندنا كادر أعضاء التدريس متميز جدا عندنا أكثر من 1200 زميل وزميلة يعملون في أعضاء التدريس من المعيد إلى الفول بروفيسور في كافة الأعمار وده بيدي مؤشر فعلا إلى إن شاء الله الأكاديمية ستستمر وتظل طرقتي وطرقتي وده كله تم تأهيله بوصل الأكاديمية والتعاسل لكافة دول العالم حتى كل العناصر التي حتى لا تعمل في التدريس كلهم يعني عناصر تم انتقائهم بعناية كبيرة جدا فعشكال الأكاديمية بيلاقيها دايما متميزة طبعا النقل البحري الأكاديمية تظل لها التميز ولها الصدارة ولها الريادة في مصر وفي الوطن العربي أجمع يعني لو شفنا كل قائدات النقل البحري في كل الدول العربية حليها بشكل أو بآخر ترقت تأهيلا في الأكاديمية العربية سواء في البكالريوس أو ما بعد البكالريوس في التدريب الاحترافي في التدريب التكنولوجي لو شفنا الأبو إير المقر الرئيسي الأكاديمية اللي أفتخر به اللي هو يعتبر مدينة متكملة نموذجية فيها كل العناصر التي تحتاجها لعملات تعليمية والتدريب هل لا فيها المعامل البحثية هل لا فيها المحاكيات أرقم محاكيات في مجال النقل البحري سنجدها في الأكاديمية العربية غير موجودة في الشرق كانت مصر صبقة سنة كم فانتم تم إنشاء هذا القسم وأهم ما ميزه لأنه هذا القسم وتحديدا قسم اللوجستيات فيه يعني ربما بيأتي إليه الطلبة كما ذكرت حيك من كل مكان في العالم للدراسة تمام الأكاديمية كان بدايةها في النقل البحر 1972 يعني هذه البداية وإحنا يعني فعلا عندنا تاريخ كبير جدا وأعضاء تدريس زي ما سابق وقلت من أرقى جماعات العالم من الجامعة البحرية الدولية في مالمو في السويد لأنا عايز أقول لحياتك حتى الجامعة البحرية الدولية لأنا أشرف أكون يعني أعضف مجلس أمنائها من تسعة سنوات دلوقتي يعني إحنا كتلا أكاديمية مشاركة في تأسيس هذه الجامعة البحرية الدولية التي خصصت في أدرساته العليا في هذا المجال الحياة والمهم لكن إحنا من 1972 النقل البحري طبعا سفينة التدريب عيدة أربعة اللي بترفع عالم مصر وتحت شفاءة السلامة للبحرية المصرية يعني حي نموذج في التعليم والتدريب المتميز التدريب التعليم التكنولوجي بجد لأنه تدعو اعتماد دولي لا يمكن أبدا يكون فيه خريج من الأكاديمية في مجال النقل البحري إلا ومعا اعتماد من السلطة البحرية المصرية ومن اعتمادات دولية حتى كلها نفسها معتمدة من أكبر هاية اعتماد في هذا المجال في ألمانيا زيفا إنما النقل البحري لا يعمل منفردا النقل البحري لابد دايما عندنا نقل متعدد الوسائط يعني حتى النهاردة نشوف في الاستفاف لما بيقول مصر تدعم الأشقاء في ليبيا بيقول فيه نقل بحري بحري متمثل في المسترال فيه نقل جوي واتنجوية فيه بري فهو النقل دائما متعدد الوسائط ومتكامل ونقل السكاكي وكل أنماط النقل وده على الفكرة حتى في منظومة النقل الحديثة اللي كلنا شايفين يعني وزارة النقل المصرية بتتبناها الموضوع البابليك ترانسبورت أو النقل بنحاول نعمل كل أنماط النقل بحيث حتى نستغنى عن النقل اللي هو كل واحد فينا معربيته الشخصية يكون فيه وسيلة متطورة وحضرية للنقل حتى في الحضر فالنقل متعدد الوسائط الأكاديمية برضو زي ما كانت صباقة في النقل البحري كانت صباقة في إنشاء كلية للنقل الدولي واللوجستيات اللوجستيات بقى اللي هو مسؤولة عن كل أنماط النقل سواء كل أنواعه والمناطق اللوجستية والمناطق الجافة والموانئ ونقل البضائع والتجارة من المادة الخام للتصنيع للتوزيع والعلم ده علم اللوجستيات كان ناس كدير قوي ممكن تكون بتستغربوا صحيح لكن شفنا لما جات حصلت جائحة الكوفيد وشفنا المشكلة فين في الوقت ده لما اكتحت العالم هذه الأزمة كل ناس تتكلم عن اللوجستيات سبلاي تشين سلاسة الإمداد هو ده العلم اللي الأكاديمية تبنته من أكثر من 25 سنة كانت صباقة في هذا المجال وحتحتاج مصر هذه الكوادر الآن بما أنها بتعمل على توسعة منظومة الموانئ وما يعرف بالنقل الجاف والموانئ الجافة سنقتل الحديث عن هذه المنظومة لكن اسمح لنا سيادة الواء نخرج معكم مع مشاهدينا إلى زميلي أحمد عتابي ومتابع لموجز الأنباء جدد التحية وترحيب بضيفنا الكريم ألواء دكتور إسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري أعلم بك من جديد سيادة الواء كنا بنتكلم قبل الموجز عن الإمكانات الموجودة في الأكاديمية وكنا بنتكلم عن نقل البحري وعلم اللوجستيات اللي أصبح له دور كبير ومصر بتتوجه إليه بشكل كبير الآن منظومة الموانئ الجافة تطوير الموانئ البحرية تحالفات دولية لإدارة هذه الأماكن الكوادر الموجودة عندنا في هذا المجال إزاي تقدر تفيدنا في هذا الطريق الجديد؟ طبعا هي الأكاديمية هي بيت الخبرة العربي بيت الخبرة لمصر في هذا المجال الحي والمهم والخطير جدا وإحنا شفنا كثير خطابات سيد رئيسي الجمهورية سيد رئيسي عفتاح السيسي يعني كثير قال أن النقل البحري يمكن أن يكون قاطرة للاقتصاد المصر وده حقيق بس برضو النقل البحري لابد أن يتكامل مع كافة وسائط النقل وهذا ما نشهده حاليا في جمهورة مصر العربية يعني وده اللي شايفين الموانئ والمحطات الحديثة في الموانئ وشفنا برضو لما يعني اشتغلنا بجد على المنظومة دي بنشوف مثلا ميناء زي ميناء شرق برسعيد في هذا العام يكون الميناء رقم عشر عالميا في تجارة الترانزيت يعني وده وعلى فكرة يعني ونستحق أكثر من ذلك يعني وبالنسبة للأنصر البشري يعني لما كنا في افتتاح يعني اتشرفت أن شاركت في سبيع قليلة في المحطات الجديدة اللي بتفتاح هناك في ميناء شرق برسعيد يعني لما نشوف الأنصر البشري اللي بيعمل على الأرصفة وفي المحطات هناك في ميناء شرق برسعيد هل ليهم يعني وده بشهادة حتى الأجانب اللي هم يعني موجودين هناك على يعني شاركونا في هذا يعني شاركو مصر في هذا التقدم و هذا التطور للاقي كل الكوادر من الأكاديمية العربية بشكل أو بآخر يا إما حاصل على البكريوس إما حاصل على الماجستير ماجستير بقى مش موجستير مجرد ماجستير عام لا ده هو موجستير سواء إدارة أعمال متخصص في مجال يعني تطبيق ومتميز وده عشان كده بيلاقي شهادة الـ MBM الأكاديمية لها قيمتها الكبيرة جدا لكن هنلاقي ماجستير لوجستيات النقل ماجستير لوجستيات ماجستير نقل التجارة يعني حاجات فعلا بتصب فيه صميم ما تحتاجه مصر والأمة العربية وده اللي بيخلي هذا العنصر البشر فعلا بيعتمد عليه وجاهز لسوق العمل مباشرة ليس يعني بعد أن يتخرج يحتاج تدريب أو معادلات أو إلى آخره المخارج مع المعادلات يعني ما شفنا كلية النقل الدول والوجستيات دي رغمناها كلية اسمها يعني كان فعلا جديد على الدنيا كلها لكن حبوصي لاقي هي أول كلية في هذا المجال يتم اعتمادها لو بنضوع على الاعتماد من أكبر هيئة اعتماد في كليات إدارة الأعمال في العالم اللي هي الـ A-C-S-B الـ A-C-S-B دي مؤسسة أمريكية الاعتماد منها يعني يستمر سنوات طويلة جدا هذه الكلية نجحت بعد شقيقتها كلية الإدارة في الأكاديمية كلية الإدارة والتكنولوجيا الـ Business Management ياخدوا الـ A-A-C-S-B وده بيطمننا على مستوى التعليم وجود التعليم وده دي المنظومة بشكل عام في الأكاديمية عشان كده أما نلاقي الأكاديمية في 2022 بتاخد من الـ Time's Higher Education أفضل كواليتي إديوكيشن في مصر أفضل جود التعليم في مصر فده كان حق عن حق وعن جدارة وعن استحقاق لأن عندنا الأنصر البشر المتميز عندنا منظومة التعليم المتميزة عندنا الإيمان بأهمية المجتمع المحيط بينا وبالتالي كل برامجنا وكل تأهيل ولادنا بنحاول ندور على الـ Impact على الأثر في المجتمع والأثر فيما حولنا حتى يعني هنلاقي الأكاديمية في منظومة جمع الدولة العربية هنشوف في القمة التنموية القادمة إن شاء الله في موريتانيا بإذن الله القمة العربية التنموية هنلاقي مبادرات للأكاديمية في الذكاء الاصطناعي وفي الاقتصاد الأزرق اللي هو برضو مطبق بالبحر وده مبادراتها تقدم للسادة القادة والرؤساء في نواكشوت في موريتانيا إن شاء الله في نوفمبر القادم فهو العلم ده علم الموانئ وعلم اللوجستيات وعلم النقل البحري يعني إحنا هنشوف دور كتير جدا يعني جزء كبير جدا من داخل القوم بتاعها من العمال البحرية وإحنا دولة شابة ودولة نملك الشباب ونملك الفرص وعندنا الإمكانيات يعني أنا بقوا راهن على الإمكانيات الموجودة عندنا في الأكاديمية في مجال نقل البحري وده خلى سكرتير عام المنظمة البحرية الدولية لما زار مصر في 2015 وشرف بمقابلة سيد رئيس عفتاح السيسي قال إنه وجد في الأسكندرية تريجر وده سكرتير عام المنظمة البحرية الدولية كنز على أرض الأسكندرية وقال فعلا صراحة وبرضو من خلفه بعد ذلك كيتاكلم قال إن فعلا لم يكن يصدق أن يكون هذا التطور موجودا على أرض مصر في الأكاديمية العربية فإحنا نمتلك القدرات وعندنا العنص البشري عندنا المصري من أذكى العناصر البشرية وأكثرها عطاءا هو طبعا محتاج التعليم ومحتاج القدوة ومحتاج السيستم اللي بيأهر وإحنا في الأكاديمية أعتقد بنبذل في هذا المجال في بناء شخصية الإنسان بشكل عام علما ورياضة ورياضة واجتماع ومسؤولية مجتمعية وثقافة فهي منظومة متكاملة من لديها في الأكاديمية العربية صحيح يمكن يعني إنجاز جديد بيضاف للأكاديمية الفرع الجديد اللي بيفتح فيه مدينة العالمين وفيه قسم هو أكثر ارتباطا بالتقدم الحادث في العالم وهو الذكاء الاصطناعي تكلمنا حديك عن هذا الفرع الجديد والذكاء الاصطناعي اعتمدكم فيه على إيه والتجهيزات لهذا القسم اللي هو المستقبل المستقبل وطبعا أكيد كلنا عارفين إن من سيملك الذكاء الاصطناعي هو الذي سيملك المستقبل وشايفين الطفرة اللي حصل في الذكاء الاصطناعي الذكاء الاصطناعي يعني احنا نتكلم في الذكاء الاصطناعي أو الـ AI من 1955 يعني من زمن بعيد جدا لكن التطور الهائل في القدرات الحوسبة والحاسبات والكوانتاب كومبيوتينج والشبكات الخالية العصبية اللي حدث في السنوات الأخيرة وحجم الزاكرة المهول يعني احنا لما وانا أطالب بأدرس في الكلافة النار العسكرية كان عندنا أكبر جهاز حاسب متقدم لكن كل الناس كانت في السبعينات كان الزاكرة بتاعته 128K وكان حاسب موجود في مبنى من عدة أدوار النهاردة جهاز الموبايل والأي جهاز كومبيوتر يعني بنتكلم على تيرا جيجابايتس ميموري وعلى بروسيسنج باور سرقة معالجة قوية جدا فخلى فعلا المكانة يعني في الماضي يدرس كذكاء صناعي ومجرد كان علوم نظرية كان حلم يمكن كان بعيد عن التطبيق الآن هو واقع وشفنا التطبيق مثلا أحد التطبيقات شفنا شركة أوبن اي آي وتشات جي بي تي من نوفمبر الماضي حتى الآن خمس إصدارات كل إصدار أكثر تطورا من القد فكل ده بيقول إن الزكاء الاصطناعي في غاية الأهمية طيب الأكاديمية الحمد لله دائما صبق زي ما كانت صبقة في النقل البحري صبقة في النقل الدولي واللوجستيات وباقي التخصصات التي قد نأتي إليها يعني حتى التخصصات تقليدية الهندسة والحاسبات هناك فارق كبير جدا فيما تملكه الأكاديمية وتقدمه عن المعنى التقليدي فكانت الرؤية لما الدولة المصرية يعني شرعت في بناء مصر الجديدة والجمهورية الجديدة ودأت في بناء المدن الجديدة المدن من الجيل الرابع وكانت العالمين الجديدة فكنات الأكاديمية يعني الحمد لله صبقة قمنا بالتوقيع على مذكر التفاهم ومع وزارة الإسكان والمجتمعات الجديدة وبدأنا في بناء فارق الأكاديمية في العالمين الجديدة وكان هناك يعني هي تحدي لكنه سبحان الله دائما التحدي هو الفرصة التي تثبت القدرة وتثبت القدرة على الإنجاز فكنا في العالمين الجديدة من 2019 وكنا يعني في سباق مع الزمن مع الكوفيد ومع كل التحديات اللي كانت موجودة لكن استطعنا أن احنا نبدأ الدراسة فعلا والنهاردة بعد أربع سنوات بقنا أربع سنوات يعني خمس سنوات بدأنا في الفرق من 2018 2019 بدأت الدراسة 2023 خرجنا أول دفعة من كلية الزكاة الاصطناعي أتمنى يعني تشرفونا في العالمين الجديدة في الأكاديمية العربية اللي نترجنا داخل البحري في كلية الزكاة الاصطناعي ونشوف معامل كلية الزكاة الاصطناعي ونشوف الروبوتات ونشوف علوم المتقدمة جدا ونشوف كيف يعني تدرس هذه العلوم وكيف درس هذه الطبقات بالشراكة مع كبريات الشركات العالمية ونشوف ولبنى في شركات يا دكتور مع الشركات العالمية بالتالي لازم في مجال التكنولوجيا بالذات يكون في هذا الاحتكاك وهذه الاتفاقيات الدولية اللي بتخلي الطالب يحتك ويحصل على شهادة يقدر يشتغل بها في أي مكان في العالم بالتأكيد كفانة علوم نظرية لا بد من علوم نظرية بس لا بد أن تتكمل مع التطبيق ومع الواقع والتطبيقات الحياتية اللي احنا في أمس الحاجة إليها طبعا فيه شركات مع شركات وكبرات الشركات العالمية في هذا المجال مجال الزكاة الاصطناعي وكمان شركات مع كبرات الجامعات العالمية يعني طلباتنا اللي تخرجوا من قرية الزكاة الاصطناعي هذا العام ده تم التدريس ليهم بواسطة واحدة من أكبر الجامعات في أوروبا أوتونوم وبرسلونا يمكن ترتيبها 180 على العالم كان فترة الكوفيد دارسولهم أونلاين وبعد الكوفيد كان التدريس يعني بالحضور من هؤلاء الأسلزة والطلب منهم جزء راح سافر لأسبانيا وقعد هناك خد تدريب عملي في الصيف فالأكاديمية في هذا المجال الحمد لله كان لها صد وتكون أول جامعة في مصر وأول جامعة في الوطن العربي يكون فيها درجة الباكريوس في الزكاة الاصطناعي والحمد لله تم اعتباد هذا الباكريوس من مجلس الأعلى الجامعات المصري نحن حارسين برضو على كل حاجتنا معتمدة من دولة المقر جمهورة مصر العربية فإحنا النهاردة حتى يعني حضرتك إحنا عندنا كل الطب الأسنان في العالمين الجديدة لو شفنا معامل كل الطب الأسنان هي ليست بالمعامل التقليدية في كل الطب الأسنان لأنها اعتمدت أيضا لأن احنا هدفنا في العالمين الجديدة في الفرع الجديد اللي هو يعني شفنا أحدث شيء يعني طبعا أحدث شيء هنلاقي معامل كل الطب الأسنان مبنية على الزكاة الاصطناعي الاغمانتد رياليتي والفيرش والرياليتي وكلاسي طب الأسنان مش موجودة في حتة تانية وكل يوميا حتى كمسؤولية مجتمعية نجد أكتر من 160 مريض من أبناء منطقة الحمام والعالمين ومطروح يأتونا إلى المستشفى طب الأسنان في الأكاديمية لتلقي أفضل رعاية طبية مجانية يمانا منا بالرسالة المفروض نؤديها في المجتمع لأن احنا برضو شايفين بنشوف العالمين مش بنشوفها بنشوف طبعا الوجه اللي كل العالم فخور بيه وإحنا فخري بيقدم الدنيا كلها الأبراج الأيقونية لكن في نفس الوقت بنقول في نفس الوقت في تعليم وفي بناء للعنصر البشر هي مفروض مدينة مستدامة يعني فيها حياة ليست فقط مرتبطة بالسياحة عشان كده حتلاقي الأكاديمية فيها إن شاء الله السنة دي ما يزدع عن 2000 طالب على مضار العام يدرسون دراسة كاملة في مقار الأكاديمية يقيمون في السكنة داخل الأكاديمية ويقيمون هناك أيضا في جولف بورتو بجوار الأكاديمية عشان خطر يعني كنا سبب حتى في استدامة الحياة في هذه المنطقة وده الجامعة لأن هي الجامعة فعلا دايما يعني نلاقي مدن كتيرة في العالم بأسماء الجامعات لو شفنا في العالم كله وإن شاء الله حيكون برضو العالمين الجديدة ارتبطت بالأكاديمية العربية في العالمين الجديدة وترتبطت بالجامعة الأهلية في العالمين الجديدة يعني هيكون وحتى في مدينة الجلالة هنشوف برضو الجلالة باسم جامعة الجلالة لأن فعلا الجامعة هي الأثر التي تتركه في المجتمع وليس فقط يعني التعليم النظري هنلاقي كله الطب البشري بتستقبل هذا العام الدفعة رخم ثلاثة وبرضه بنشوف تم انتهاء من تشييد مبنى كامل لمستشفى على أحدث النظم بالتشييد البناء نفسه انتهى وإن شاء الله في العام الدراسي اللي هيبدأ على الأبواب هنلاقي الآيادات الخارجية بتبتدى تستقبل المرضى والطلبة يبتدوا يتعلموا فيها وإن شاء الله هتكون مستشفى مش بتهدف بس لتعليم الطلاب ده إن شاء الله هتكون سبب في السياحة الألاجية عشان تتكامل برضه مع العالمين والعالمين السياحية عشان تكون منظومة متكاملة وإن شاء الله ده برضه حيكون لأنه ده هو اللي احنا لازم نكون فعلا بنستثمر التنمية في مصر والتطور والإمتداد بالحيز العمراني يعني أمام التعليم وسياحة وإقامة ومستشفى بالتالي الحيز العمراني بيمتد لكل هذه الأماكن المعمورة أصبحت أنا أتمنى إن شاء الله ما تجود تزورونا هناك هتلاقوا فعلا لو من بص للعالمين من فوق فعلا هللاقي امتداد ترعية الحمام بيتم وزراعة 360 ألف فدان بيتم حواليها زراعة وهناك منطقة صناعية جارية تخططها عشان تكون تقوم الصناعات المرتبطة بالمدينة أو بالزراعة فيكون منظومة متكاملة سياحة وتعليم وزراعة وصناعة بحيث تبقى الحياة فعلا مستدامة كما تنشدها الجمهورية الجديدة إن شاء الله ليس غريبا في ظل كل ما تحكي سيادة اللواء إن نتحدث عن يعني مؤتمرات مهمة استضافتها الأكاديمية أو مصابقات عالمية كانت الأكاديمية ممثلة فيها نبدأ بالحديث عن المصابقة الدولية للبرمجيات هي المصابقة الأوسع والأكبر انتشارا على مستوى العالم وتقام في شرمشيه ده صحيح ده يعني هو بقى يعني إحنا طبعا أكيد في يوم الأيام بنتابع اهتمام القيادة السياسية بتطور التكنولوجي والرقمنة والتحول الرقمي والشباب المبرمجين وشفنا إن فعلا ده برضو مجال إحنا محتاجين نهتم بجدا مجال البرمجة ومجال حل المشكلات البروليم صولمين لأنه ده موضوع يعني بتعلق به إزاي نرتب أفكار الشاب اللي هو اللي بيجي في الأكاديمية أو بيروح الجامعة إزاي نساعده فعلا إنه يبتدي يبقى عنده ترتيب منطقي وتفكير منهجي لحل المشكلة بشكل عام ويبتدي بعد كده بعد ما يحل يبتدي يخطط حل المشكلة يصيغ هذا الحل بإحدى لغات البرمجة فده مفهوم عام مفهوم شامل مفهوم البرمجة مفهوم حل المشكلات الأكاديمية كانت هي المركز الإقليمي للمعلوماتية لمسابقات الأولمبياد البرمجة في أفريقيا والمنطقة العربية كنا المركز الإقليمي لتنين مسابقات على مستوى الجامعات ومستوى المدارس فالأكاديمية سباقة دائما تعمل في اكتشاف المواهب لسا فقط داخل الأكاديمية من المدرسة من المدارس في كل مدارس مصر وننظم التدريب والمسابقات وننمي القدرات ونكتشف المواهب ونبتدي ننمي هذه المواهب بشكل علمي وشكل منهجي من خلال المركز الإقليمي للمعلومتين هذا المركز فيه مصابقات اتنين نوعين مصابقات مدارس وجامعات ماذا عن الجامعات بإذن الله تعالى إن شاء الله المصابقة دي عاملة زي كاس العالم بالزبط فيه يعني الدول نفسها جوه الجامعات بننظم تدريب ومسابقة على مستوى كل جامعة وناخد الفرق المتأهلة من الجامعات كل فريب عمره عن ثلاثة طلبة ومعهم كوتش أو مدرب أو ترينار هذا الكوتش هذا المدرب بيبتدي ينمي من يتم اكتشافه بشكل أكبر ونبتدي ندخل على مسابقة على مستوى مصر المسابقة على مستوى مصر بتقام بشكل سنوي في المقر رئيسي الأكاديمية في أبو إير وهو برضو أبو إير يعني حاجة يعني بتصديف مصابقة مثلا مصر البرمجيات لكنها برضو في نفس الوقت تصديف مصابقات على المستوى الدولي في الرياضة يعني فهي مدينة رياضية متكاملة مدينة جامعية مدينة حاجة شيء مثالي فبننظم المسابقة المصرية البرمجيات بنطلع أفضل فرق في مصر نأهلهم لمسابقة أخرى مسابقة العربية الأفريقية بعد ما وإحنا نبدأ من المسابقة المصرية بنكون بنخطط لإقامة مصابقة في المملكة العربية السعودية في لبنان في تونس في كافة الدولة العربية بتناخد الفرق المتميزة في الدولة العربية والأفريقية ويتم تأهلهم المسابقة العربية والأفريقية تقام يعني الحمد لله بتحت رعاية سيد دولة رئيس الوزراء بشكل سنوي كنا بنعملها في الأقصر السنة دي إن شاء الله في شرم الشيخ بعد ما خلص مسابقة العربية الأفريقية يتم تأهيل أفضل فرق فرق من الجماعات في البرمجة من الدول العربية والأفريقية تأتي المسابقة الدولية المسابقة الدولية في 2021 كانت في موسكو كان عندنا إصرار عزيمة حلم إن ليه المسابقة الدولية دي ما تكونش في مصر فذهبنا إلى موسكو ذهبت إلى موسكو بملف نطلب استضافة المسابقة الدولية العالمية للبرمجيات في مصر في شرم الشيخ طبعا استثمرنا نجاح مصر في استعدادها لخمة المناخ وشرم الشيخ أبهرت العالم كله فطبعا لما تقدمنا بالملف وقلنا هننظمها في شرم الشيخ وطبعا الأكاديمية كمركز إخليمي لها ثقل في الاتحاد الدولي للبرمجيات فوزنا الحمد لله بالتنظيم وإن شاء الله طبعا شرفنا أن كانت المسابقة ستكون تحت رعاية فخامة أستاذ رئيس الجمهورية سترئيسها في تحسيس إن شاء الله في شرم الشيخ في نوفمبر القادم بإذن الله تعالى هنشوف بقى شباب العالم يعني فعلا يعني الخريجة هذه المسابقة هم مؤسسي فيسبوك هم مؤسسي جوجل هم مؤسسي أمازون العقول المتميزة جدا في مجال التكنولوجيات شباب العالم في مجال البرمجيات تكنولوجيا المعلومات أكتر من يعني إن شاء الله هزيدنا عن يعني نقبل أن يصل للاستلاف شاب هيكونوا موجودين على أرض شرم الشيخ في نوفمبر القادم يقولوا للعالم كله قدية مصر بتنظر لهذا المجال باهتمام إن شاء الله هيتم استثماره هيكون فيه توطين لصناعة تكنولوجيا المعلومات أنا متأكد إن الفرصة دي لن تمر إلا باستثمار جيد إن شاء الله من كل العنصر المتضفرة من أجل نجاح المصابقة كان مصابقة وإن شاء الله هيحدث بإذن الله لكن كمان كيف أنا استثمر وجود كل هذه العقول ومدد الدفع لأبناء مصر اللي بيشاركوا في الموثبقة دي عشان خاطر يكونوا فعلا نواة لتأسيس شركات في هذا المجال في الصناعة يعني هي صناعة الإنسان هي صناعة لأنها صناعة مش محتاجة مصانع كتير ولا محتاجة مشنر كتير محتاجة أقول صحيح حختم مع حضرتك بآخر نقطة مهمة يعني تقوم بها الأكاديمية هي المنح الدراسي التي تقدم لأوائل التنوية العامة لأن الأكاديمية تبحث عن المتميزين وتقدم لهم الفرصة وتعتبرهم مشاريع نجاح تستثمر فيها كلمنا حضرك عن هذه النقطة طبعا يعني إحنا الأكاديمية أولا يعني جوة مصر موجودة في 8 فروع داخل مصر مقر رئيس في الأسكندرية في بيير وفي ميامي موجودين في بينا في العالمين الجديدة وفي أقصى الشرق في بورسعيد بناخد كل المشروعات المنطقة الإقصادية وقناة السويس موجودين في القرية الذكية في مجتمع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبانكينج وكل في القرية الذكية موجودين في الدقي في قلب القاهرة موجودين في مصر الجديدة بانطقة شرط المطار موجودين في جنوب الوادي في أسوان كل الأفرع دي يعني كلها عندها المسئولية المجتمعية والاهتمام في كل التخصصات بدءا من نقل البحري للهندسة لإقدارة الأعمال للوجستيات للغة والإعلام مش الإعلام بس اللغة مع الإعلام للنهاء حديثا للذكاء الاصطناعي للطب للسيدان للأسنان للتكنولوجيا المصائد والاستزراع اللي هي الحاجات اللي بلدنا محتاجها فعلا الحاسبات كل القانون كل التخصصات دي كلها في كل الأثار والتراث الحضاري في أسوان كل التخصصات دي موجودة في الأكاديمية طبعا إحنا لابد للتعليم أنه هو عشقاته فعلا يتميز لابد أن يكون عندنا طالب متميز نبني الطالب كل الطلاب اللي بتقدم عندنا في الأكاديمية إحنا بنشر بمسؤولية كبيرة تجاههم بنرعاهم ألميا ورياضيا ونفسيا كل الرعاية ونشعرهم بأهمية الوطن وانتماءهم لهذا الوطن وبنحاول نخليهم فعلا عندهم الولاء لهذا الوطن بحيث يبقوا يعني إحنا آه ما عندنا مشكلة أنه عندنا خريج يسافر يعني ليبحث عن فرصة تعامل لكن عايزين دايما ما يبقاش موضوع mind drain فإحنا أو إيه يعني نزح أو نزوح للعقول هجرة العقول أو تجريف العقول فدايما إحنا بنحاول ندي منظومة المنح الدراسية المنح الدراسية بنحاول نشوف أوائل الجمهورية في الثانوية العامة والمتميزين في الشهادات المختلفة والأوائل والمثوقين بدون منح سواء بقى يعني برضو أبناء الشهداء من القوات المسلحة والشرطة المصرية أبناء العاملين في الحكومة المصرية يعني أنا عايز أقول لحياتك إحنا الأكاديمية كمنظمة عربية متخصصة عن دولة جامعة الدول العربية إحنا المفروض مصروفاتنا بالدولار الأمريكي لكن إحنا مثلا في العام الدراسي الحالي نحن نقيم سعر الدولار للطلب المصريين بـ 14 جنيه 85 أش يعني عجب ما يكونش المصروفات عبء يعني على المسر المصري نحن قادرين جدا الظرف قادرين جدا للدورنا المفهود نقوم بيه فكل حتى فوق هذا الخصم للجميع لا كمان أبناء بقى اللي هم العاملين في الحكومة المصرية في قواتنا المسلحة في الشرطة منح لهم زول همم وزول القدرات الخاصة كل دول منظومة كاملة من المنح ودعم الاجتماعي لكل من هو فعلا محتاج من خلال الدراسة وإطاء من يستحقه ومتابعة من حصل على المنحة عشان نتابع أداءه وتطوره جميل كل التوفيق باستكمال هذا الجهد الذي بدأ منذ أقود ويستمر إن شاء الله تنفع به الأجيال القادمة شكرا جزيلا سيادة الواء دكتور إسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري على وجودك معنا شكرا جزيلا إلى وقفتنا الحوارية الثانية في من القاهرة اليوم عن افتتاح فعاليات النسخة الأولى من منتدى الاستثمار البيئي والمناخي في مصر وإطلاق منصة مصرية رئيسية في هذا المجال مع التقرير ومن بعد نفتح الموضوع المقاش اشتركوا في القناة